موسيقى صباح الخير عزوان تابعين في تحليل فن السباحي لشركة وينزر بلوكر هيدو مولكو كريم ماجدي اليوم 24 سبتمبر 2021 و هننتكلم مع بعض في ريديو بتاعنا عن الجنيه بريطاني مقابل الين الياباني تدلات جباية الجنيه بريطانيا مقابل الين الياباني وارتفاعات طبعا كبيرة شهدات الأسواء خلال تدلات أمس ودرجة أكيد في المقام الأول لارتفاع شهية المخاطرة بعد تصريحات وكارات الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي البريطانيا مبارا كان عندها طبعا أكثر من خبر وكان أهمهم هو قرار الفايدة البريطانيا مكانش لي تأثيره القوي وتصريحات كمان البنك المركز البريطانيا مكانش لي تأثيرها وقرار فايدة جيه بالتسبيت لفاصل 10% هذه كانت تعمل أخبار وهم البيانات ولذلك دعونا ننتقل مع بعض ونشوف الشرط وحقائطنا لي على المدار اليوم النهاردة زي ما حالك شايفين طبعا أداء الإيجابي والارتفاعات الكبيرة والارتزام من مواطق 149 علشان يرجع مرة أخرى على نطرة المحورية الهمة والدعمه بشكل كبير عند الـ 5150 أداء إيجابي بشكل كبير أداء إيجابي على الـ A على الفلاترين تقاطع المتوسطات السعرية الأعلى ثبات السعر على المتوسطات السعرية المسافة بينهم كل ده بيدل على قوة الاتجاه ولذلك نتوقع استمرار الاتجاه السعر والإيجابي ولكن مشارة كسر الـ 151.95 علشان يروح الـ 152.45 وراها الـ 152.85 مرة تاني كسر الـ 151.95 وراها الـ 152.45 وراها الـ 152.85 سيناريو الآخر معاكس تحقق بكسر الـ 151.15 وراها الـ 152.65 وآخر نقطة عند الـ 152.3 وبكده أعزائنا المتابعين نكون وصرنا نهاية الفيديو أتمنى لكم أكيد نيوة تدوي الأيمن وبشكركم على حصة المتابعتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته